في قلب هذا الموضوع فكرة المناهج الدراسية وحضرتك أستاذ متخصص في المناهج الفلسفة الجديدة لهذه المناهج لأنه مهم جداً زي ما حضرتك أشارت منذ قليل الانتقال من ثقافة الإداع إلى الإبداع من نقل المعرفة إلى نقد المعرفة وما يعرف به تشكيل العقل النقدي أنه الطالب أنا هنا بكون شخصية قادرة أنها تقول رأيها وتنقض وأنها تقدم طرح جديد مختلف ومبتكر إزاي دا بينعكس في القيم اللي احنا بنقدمها في المناهج الدراسية في أكليات التربية المختلفة إزاي يبقى فيه هذه المناهج تتضمن القيم الخاصة بالتفكير النقدي وبناء شخصية مختلفة الحالة تبقى أني أنا لا أزيل أسترى أنه عندما أقول أن الدكتور محمد عبداللطيف بصدد إنشاء مقرر جديد في الأخلاق الوطنية وفي القيم الوطنية بينمي الوعي الوطني وبينمي الشعور الوطني وبينمي الطلبة بيعرفوا تاريخ أمتهم التاريخ ذاكرة الأمة بيستطيعون من خلاله أنهم يقفوا على مواطن النور للمصريين في حروبهم المستمرة في موقفهم من الدول العربية فهذا المقرر اللي بيجمع بين مش عاوز أقول الدين الإسلامي والمسيحي ولكن الكتب الدينية موجودة بالإضافة لهذا الكتاب إن شاء الله يهزر قريبا في بناء الإنسان من خلال الأخلاق الوطنية والقيم الوطنية وبينوه بالشهداء والأبطال والبطولات اللي قامت بها مصر هنا بها دور المعلم إنه هو لابد عنده القراءة الموسعة وليست القراءة المكسفة القراءة الموسعة إنه يتجاوز الكتاب ويتجاوز المادة التعليمية إلى توسيع وتعميق المواد التعليمية دي بقراءات أخرى يضفها للمتعلمين إنه ينقل المتعلمين إلى القراءة الكمبيوترية ليست القراءة الورقية فبيبتدي أعرف أكثر من رأي وأكثر لأن الكتاب من رأسي رأي واحد وفكر واحد لكن البنك المعرفة فيه تعدد وتنوع فيه الأعراء والأفكار ده بيساعده على امتبني وجهة نظر على إنه يبقى عنده قدرة على القبول والرفض والتعليل وإبداء الرأي والتفسير وقدرته على إنه ينتمي لانتماع الوطني قدرته على إنه يتقام شارك في هذا المجتمع دي قيم مهمة جدا في المرحلة اللي إحنا بنايشها الآن اشتركوا في القناة